إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغطيه ونؤمن به ولتوكل عليه ونعوذ بالله تبارك وتعالى للشرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا أضل له ومن يضل فلا هادي له أما بعد يقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقت من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما توعدون الآد وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أما بعد أما بعد أترككم عن هذا اليوم 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 الله سبحانه وتعالى بلسكت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الله سبحانه وتعالى أعطينا الأعمال الصالحة في اليوم وإنما تحصلنا وإنما تعلمنا بعد أن التطبيق اليوم سيكون with it is قيمة الوقت, الوقت, the time. the value the value of our time it's really has value has value it weighs something it has price the answer yes because the time is part of our life and we cannot live without the time ونحن نحن 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 الله سبحانه وتعالى لفع كل شيء لنا للخصية الان المغاهرة للوشيء قال الله سبحانه وتعالى و هو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر او أراد شكورا الله سبحانه وتعالى قلت أنه قلت وقلت الليل والنهار كيفة يعني أنه يأتي واحد بعد الآخر وقلت الليل والنهار الوقت الوقت كما يتذكر كما يتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الشخص الذي يصنع الذي قلت كل شيء من شيء لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أور وما خلقت الجنا والعنس إلا ليعبدون كان مهمycz هذا så الجaju أهمج opportunity ش geri عبد الله سبحانه تعالى كان هناك فقط لرجاء الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى استمقرأ 위해 على المشرaya والليل إذا يغش شح الله سوىر سوىر بي الليل لأن هذا سوىر يسمعه في عرب وو القسم الله سوىر بي الليل والليل إذا يغشى الاسم والنهار إذا تجلت أن الله سبحانه وتعالى سوىر بي اليوم الأخرى قال الله سبحانه وتعالى والفجر الله سوىر بي الفجر صلاة الفجر which is we miss it which is we lost it which is we skip it the مساجد the مساجد in this earth is empty it's empty not only in فجر another صلاة ورد the أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى that the مساجد is the house of Allah سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه this بيوت this house only for ذكر الله سبحانه وتعالى يسبتح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله the men of this umma they will never get busy out of عبادة الله سبحانه وتعالى and being in the masjid to get and Allah سبحانه وتعالى كمال أفضل لك أفضل سين ذاك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي برزة الأسلامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَتَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلْ عَنْ أَغْمَعَ The watchman, when it's gonna take place, the abd of Allah subhanahu wa ta'ala will not leave the hisab, unless Allah subhanahu wa ta'ala who will ask that abd about four things. I don't guess because we passed in our life since we went to school until we finished and we graduate, too many exams, some easy, some hard, maybe all easy, but their judgment, that exam is not like our experience in exams, it is real exam, it's the total collection. of our a'mal in this dunya. So, Rasulullah sallallahu wa alayhi wa sallam, he said, لَتَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْحَمْ عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَا عَنْ؟ عَنْ عَنْ حياتك الوقت الذي ستعيبه الله ستعطيك ماذا تفعله معه كيف ستعيبه ليس كذلك لا تفعله لا تفعله أنت تتعيبه لا في كل يوم ستعيب الله سبحانه وتعالى ونحن تتعيبه لأنك يجب عليك لتعيبه لقد تعيبه لتعيبه في المنزل ستحيبه لتعيبه 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 ستكون مستمره ستكون مختلفة ستقوم بشكل مختلف ستتكلم ستتكلم ستتتكلم تتحدث عن ماذا تفعلين عن عمره فيما أبلاه وعن بسمه فيما أبلاه روائك روائك ماذا تفعلين معه الأخرى وعن شبابه فيما أبلاه عامك 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 ماذا تفعلين معه؟ في طرح في العبادة في القرآن في سنة في ذكر الله سبحانه وتعالى في صلاة في المساجد أو لقد فعلت شيئاً وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه وعن ماله فيما اكتسبه وعن مالك 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 ومالك مالك وراق عندما تستطيعها ، تستطيع أن تتحدث ، تستطيع أن تضع الحقيقة أحصل هذا من حلال ، أحصل هذا من حرام ، أحصل هذا من ربا ، أحصل هذا من أخي ، أحصل هذا من أخي ، لكن لم أعطيه ستقول كل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن علمه ماذا عمل به؟ العلم ، العلم ، العلم ، العلم ، العلم ، ما يكذب ، ومن يقول العلم ، عم ، عم ، لست مجرد ، هذا ليس صحيح أي علم ، أي صورة ، أي قرآن ، أي حديث ، مجرد ، إنه سيئب ، فقط لأنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط لذلك المسلمين يجب أن تتكلم على هذا الحديث لأن هذا الحديث في الواقع هو مجموعة حديث فقط إذا كنت تلقى من أجل الله سبحانه وتعالى وأنا سأسألكم هذه الأسئلة عمرك، 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 ماذا осталось؟ هذا كل شيء هذا كل شيء لذلك يا عبد الله أنا وكأننا يجب أن نتعرف من الآن ماذا ستقولون؟ باتوالله ملك الموت ملك الموت ملك الموت يمكن أن تأتي بصدقاء يمكن أن تأتي بصدقاء لكي في السرعة يمكن أن تكون لمساعدة ملساعدة هل يستطيع الموت عمرك؟ لا تتعلم بصدقاء ملك الموت ليس لك ملك الموت يذهب بإطلاق الله سبحانه وتعالى في موقع الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحن الآن إنه مكتوب لكي تسمع شخص من أجل من أجل 15 20 30 40 50 لذلك لا يوجد 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 يجب أن يأتي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولم أستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ولعوذ لله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحسن البصري رحمه الله كان يقول He used to say ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد بنسان الحال كل يوم كل يوم كل يوم سيكون أمام من المجتمع الله سبحانه وتعالى سيكون إلا وياً سيكون سببؤة وعلى عملك شهيد I will be as a witness in your the day to day examen يوم الجمعة this morning at the day talk said I am a new day and I will be a witness either with you or against you but you cannot after jum'ah call the day give the day some tips lunch drink and stay quiet on day of judgment do not say anything about me and I will take care of you every day doesn't work وأنا عملك شهيد فإني لا أعود إلى يوم القيامة at the end of this day can it run somehow to bring it back is there any technology new device make the time comes back there is none so remember this day is gonna come on day of judgment and will be this time with you or against you قال الله سبحانه وتعالى يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ إِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْحَقُّ الْمُبِينَ الله سبحانه وتعالى he's saying in surah al-nur that day we talking about يَوْمُ خِيَامَة تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ will be shuhood they're gonna be witness but this shuhood shuhood u'adl shuhood justice not shuhood cheat the truth is gonna be there that's why Allah subhanahu wa ta'ala he called himself al-haqq and he called يَوْمُ الْقِيَامَة يَوْمُ الْحَقِّ the day of truth يَوْمَ نُشْهَدُ عَلَيْهِمْ listen and count al-sinnatihi your tongues your tongue second your hand third your legs بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوا يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ Allah subhanahu wa ta'ala he will give you exactly what you're gonna deserve at that moment then you will see what Allah subhanahu wa ta'ala he does what Allah subhanahu wa ta'ala and is tifada min al-wakt things will stop the muslim not to get benefit from the time from the time number one attiba'a al-hawa and I'm sure everyone has this disease what is hawa the hawa has too many meanings you can call ittiba'a al-hawa we follow our naps we follow our desires we follow our mind I will say in the end you just follow what you want to do could be right alhamdulillah but could be wrong Allah subhanahu wa ta'ala in the ayat of Quran when he's speaking about al-hawa he curse the court قال Allah subhanahu wa ta'ala أَفَرَأَيْتَ isn't it you see أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّبْعَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَذَ إِلَهَهُ هَوَا Allah subhanahu wa ta'ala he's saying isn't it you see who took his hawa as his lord as his ilah وَأَضَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ so Allah subhanahu wa ta'ala he's saying isn't it you see the one who take his hawa as his ilah how the muslim will take his hawa as ilah means your hawa your nafs will lead you exactly do this do not do this take this leave this love this hail this be good with that one no lie with that one bad bite here no say the truth over there this is the hawa and you collect all that and you believe you're perfect but Allah subhanahu wa ta'ala he's a person Dawud alaihi s-salam Dawud everyone knows Dawud Dawud alaihi s-salam this great prophet the father of sulayman alaihi s-salam so he's not any person he's a great prophet wa atayna Dawud zabura Allah subhanahu wa ta'ala send a book like a Quran like a Torah like anjil al-zabur to Dawud alaihi s-salam what Allah subhanahu wa ta'ala we establish you as a khalifa as a messenger on earth and he call your people to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala make sure use the justice and truth between the people wa la tattab'i ya Dawud la tattab'i al-hawa do not follow your nafs ya Dawud yes you are the prophet do not follow your nafs Dawud alaihi s-salam with the iman and ta'a and islam you he had can Dawud alaihi s-salam follow his nafs with this iman he had and this dachwa he had Allah saying to Dawud what's going to happen to Dawud alaihi s-salam if he's staying with his nafs with his nafs with his nafs fa yudh laka on s-s-s-beel Allah you're gonna leave tariq al-hidaya to tariq al-dalal يجب أن تترك الطريق أو الطريق ويجب أن تأخذ الطريق ثم الله سبحانه وتعالى قال هذا يستطيع أن تأخذ من لكل أحد إن الذين إن داود وليس داود وليس داود أو اليوم أو اليوم إن الذين يضلون عن سبيل الله ذس هو لفت لفت سبيل الله سبيل الله ما هو سبيل الله الصراط المستقيم الإسلام القرآن السنة ما سيحدث لهم لهم الله يتحدث لهم عذاب شديد عذاب up punishment is waiting بما نسوا يوم الحساب because they forgot their judgment لكن الله سبحانه وتعالى يتحدث الآن يقولوا انهم لم يتسلم ماذا لتسلمسه ؟ هذا يسمى له تعقم تعقم هو أن الله يجعل اجتماعه يعجبه لكم لهم هم لم يتسلمون انهم م thực احسن لا، لكنهم فقط يريد أن تذكر شيئاً رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذنانك سحليث ثلاث مهلكات وثلاث مراجيات ثلاث مراجيات سيئة 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 ؟ لذرح بثبت تذكر ثلاث مراجيات سيئة ستخدمك دعوة سيئة ، أولاً الشحر مطاع تصبح مهلاً جزاً تحاجة إلى المبادئ، وتأنثى يكون جيداً ثم مطارح. هذا الشرح كما أنك مرحباً و أنك تعتقد أنه شيئاً ما هو صحيحاً و أنك يجب أن تتبعه وهوى المتبع. فقط تتبع. يتبع. 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 تتبع. يتبع. تتبع. يتبع. تتبع. عبد للهوى المتبع. و أنت تعتقد أنك أنك مراحباً. أنك مفيد. أنك مفيد. أنك مفيد. but everyone else it's like this this is called المرح بنفسه in different way they call it keep pride allah subhanahu wa ta'ala he curse in the quran to make it sure if it rings allah subhanahu wa rasul illahi sallallahu alayhi wasallam said it will destroy you the other part of the habith three things is it will save you khashjah lahi fi sirr wal alaniya to fear Allah allah subhanahu wa ta'ala in the sir in the hidden in secret or it means when no one see you when no one see you when you are lonely alone at home somewhere no one see you accept yourself and of course if you feel allah subhanahu wa ta'ala in the sir lonely only it's gonna come out but when you are alive outside what is qasd what is qasd to remember allah subhanahu wa ta'ala with the dua with the inaba with the tawba either you need allah or you do need allah subhanahu wa ta'ala i give you example you got good now alhamdulillah you went home you get little sick you cannot go to work you are help me make me healthy who's gonna take care of my house the month is gonna end who's gonna pay the rent you call your your boss you call your job i cannot come today i'm tomorrow i'm gonna see you one day because we can come in tomorrow so please take it that's too much who are you gonna go to ya rabbi please please cure me i'm gonna lose my job i will have big problem so now you remember allah subhanahu wa ta'ala nothing happened you don't remember allah but there is muslim who always remember allah subhanahu wa ta'ala with the ta'a with the ibadah with the tawba with the dura'a all the time healthy or not healthy reach or poor poor well qasd fi'l ghina wa alfak wa al-had-la al-had-la the justice al-had-la fi'l ghadabi wa al-ridhar to always stay on al-had stay on the justice all of your cases in all of your time and the rasoolillahi sallallahu alayhi wa sallam he used two things in al-ghadab while you are angry you know sometimes when the muslim the son of adam gets angry at anyone what do you want to do you don't want to see my life no more right and maybe blankers from one listen someone did something to me can you please take that person don't worry just prepare five hundred dollar meet me church avenue that's it because you are angry so al-had three things it will save you from your nafs khashat illah the sirri wa al-alaniya al-qasd fi'l ghina wal-fakr and i said al-qasd means you always your relationship with allah subhanahu wa ta'ala always collected even you need him or you meet him means you stay as al-qasd salih wal-adl fi'l ghadab wal-rida you take al-adl the justice in all of your matters all of your affairs not because you're happy today you speak nice you angry tomorrow you throw stones from your mouth in the end of this talk the value of the time we ask allah subhanahu wa ta'ala an yunira qulubana binur al-īmān allahumma nawwir qulubana binur al-īmān allahumma nawwir qulubana binur al-Qur'ān allahumma nawwir qulubana bi-sujud wa al-ruku'i fi-salaat allahumma a-gfir lana zunubana wa-i-sraafana fi-salaat as, allahumma a-sulhna